وصلنا معكم مصدقانا لفقراتنا التغذوية وحديثنا اليوم عن المشروبات العشبية والتي يتجهل كثير من الأشخاص لتناولها في فصل الشتاء ليحصلوا على الدفء والطاقة ولا تنسوا أيضا الفوائد الصحية دعونا إذن نتعرف على أبرز المشروبات العشبية وفوائدها الصحية مع ضيفتنا في الأستوديو اختصاصيات التغذية رولا علوش أهلا وسهلا فيك رولا يا أهلا وسهلا يا صباح الورد أهلا صباح الخير بداية رولا لابد نحكي شو هي أبرز المشروبات العشبية التي يعني المفضلة بفصل الشتاء هلا أنا بس هيك حابة إبدأ بفكرة أنه عادة بفصل الشتاء بتلاحظوا أنه كثير من الناس بسبب برود الجو بتتجه لأنه أول ما يلاقوا هيك في برد أو في مطر كثير أو في تلج بروح بشتروا حلويات وأشياء هيك فيها سكر كثير عالي لأنه دائما عنا أعتقاد أنه أنا إذا بدي أبرد لازم دفي حالي بشي فيه كالوريز أو سعرات حرارية عالية يمكن هي فكرة من الأفكار الشائعة للأسف والخاطئة طبعا أنه نحن دائما لازم إذا بدي أدفع فلازم آكل كميات كبيرة من الأكل أو حتى نوعية الأكل بيكون نوعيته فيه سعرات حرارية عالية وطبعا من ضمن هاي القصة أنه بيصير في بعض الناس بيصير مثلا السحلب هو من مشروبات الشتوية الممتاز جدا واللي هلأ رح نحكي كيف ممكن نحن نتناوله وكيف نستفيد منه وشوف قيمته الغذائية أصلا للسحلب لكن هل نحن نقدر نشرب سحلب بكميات مفتوحة أو لا يعني فدائما المشروبات العشبية بأنواعها مثل ما إلى كتير فوائد وإلى قيمة غذائية فعلا مرتفعة لكن بنفس الوقت بدي يكون أنا كشخص سواء بفصل الشطاء أو أي فصل تاني بدي يكون واعي لنوعية الشي اللي عم باكله أو عم أشربه وكمية السعرات الحرارية الموجودة فيها عموما عادة المشروبات العشبية فيها نسبة سعرات حرارية ببسيطة إذا ما ضفناها لسكر بتكون حتى بعض أنواعها بيكون أصلا فيها سكر طبيعي وهي يمكن من إيجابيات المشروبات العشبية أكثر الأشياء أو الناس بتحبها هي أنواع الشايات بأنواعها يعني شاي الأخضر أو الأحمر أو الأسود وكمان بيحبوا الناس كتير المشروب العشبي اللي مكون من القرفة أو الزنجبيل أو اليانسون أو حتى السحلة بيمكن هي أكثر أنواع المشروبات العشبية اللي الناس تداولها وبيضيفوا بعض يعني عالطول بيسألونا أنه بشتة شو تشرب 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 أرفة أو حتى بيحطوا الأرفة على بعض أنواع الشاي مثلا بس هذا مضيفة الكمون يمكن رولا الكمون نعم كمان الكمون من الأعشاب الممتازة جدا على فكرة ويمكن هو من أكثر الأعشاب هو واليانسون يعني إذا بنحطهم بفئة وحدة هو واليانسون بيكونوا بفئة المهدئين وأيضا الفئة اللي بتخفف نسبة الغازات الموجودة في الأمعاء فنعم هو الكمون واليانسون كتير ينصح فيه حتى للأطفال إذا كان طفل مداية حاس أنه فيه بأمعاءهم يعني غازات أو بطنه فيها ألم من بعد عمر 8 شهور ما بنصح أبدا قبله ممكن نعطيه كمية بسيطة من الكمون أو حتى اليانسون لكميات بسيطة جدا يعني طب إذا نحلينا رولا نفصل أكثر شو فوائد يعني هذه المشروبات في فصل الشتاء تحديدا جميل جدا هلأ بالنسبة يمكن نحن يعني ناخد واحد واحد أنا حابة أبدأ بالسحلب لأنه يمكن أكثر الناس مشروب المفضل صح وكتير ناس بيحبه وهو لذيذ فعلا وبينضف له القرفة فممكن نحن نحكي عن الاتنين سواء هلأ السحلب هو تكوينه الأساسي من الحليب عادة أنا بنصح أنه إذا شخص بدي حضره بالبيت وأفضل أني أجيبه جاهز لأنه أنا بكون عم بعرف شو عم حط بقلبه بغلي الحليب أو كيلو الحليب تقريبا نحط من ملعقتين إلى ثلاث ملاعق نشا فقط مو أكتر ناس مشان ما يكتر نشا ومن كتر وما يصير كتير نسبة النشا فيه مرتفعة إلا إذا فيه ناس بحبو سميك هون يبقى حالي مختلفة لكن إذا كمشروب دافي ممكن نحط له كل كيلو ممكن ثلاث ملاعق من النشا ونحط له كمية سكر بسيطة جدا أو نستبدلها بالعسل أو حتى شراب القيقب هذا نوع من أنواع الشرابات اللي هو بالإنجليز اسمه مابل سيرب يعني هو يماثل العسل بالحلاوة ولكن كمان من قيمته الغذائية المرتفعة هو يعني انتشر بفترة أخيرة بالأسواق هو أصله شراب كندي اسمه القيقب؟ القيقب بالباق أي سيرب المابل سيرب بيسمه وهو موجود على فكرة حتى في تركيا موجود بالسوبرماركتات الكبيرة عادة بتكون فنعم ينصح بإنه نضيفه كبديل عن السكر يعني العسل والقيقب هو من الأمور اللي نحن بننصح بإضافتها أو حتى ممكن المحلي الطبيعي ستيفيا كمان هو لسه هذا أفضل يمكن للي الناس تقدر تاخده بس هو شوي بيعطيه نسبة طعم مرار بسيط جدا لستيفيا لكن ممتاز جدا ما فيه سعرات حرارية فبيعطي طعم حلاوة بدون ما يأثر على السعرات الحرارية اللي كتير عم يحسبوا السعرات فنعم اللي ساحلب هو من المشروبات اللي بتحتوي على كالسيوم عالي وفيتامين دال عالي وبيدي ذكر هون بقى نحنا بفصل الشتاء اللي بصير أنه الشمس بتقل فنحنا بقل عنا إفراز الهرمونات السيراتونين وسيراتونين بيأثر كتير على المزاج فبالتالي بنخفض مزاج الشخص وبصير بيأكل كميات أكتر على فكرة بفصل الشتاء وتلعظي الناس أنه بشتاء بيزيل وزنة ما بعرف شو السبب من قعدة البيت من عدم تعرض للشمس وبالتالي في اكتئاب أكتر أو يعني مثل أنحنا بنقول بتفشى شو بالأكل فعليا نعم الإنسان ممكن يعني يوصل لمرحلة نياكل بدون ما يكون واعي أو يكون مجائع ولكن معصب أو مستفز أو زعلان فنعم لحتى نخفف من هاي القصة اللي ممكن تصير ممكن ننتبه لنسبة الحليب اللي عم نشربه ونسبة تعرض للشمس أنا بقول لهم إذا شخص حس حاله بالشتاء ما عم ياخد فيتامين دال بشكل كافي كتير ضروري يحلل ويطلع بشكل يومي يعني هي واحدة من الأمر بتعالج فعلا ويحلل فيتامين دال إذا ناقص ضروري ياخد مكملات غذائية لحتى ما ندخل بقى بمشكلة أخرى فهي يعني واحدة من إيجابيات السحلة بأنه هو كالسيوم فيتامين دال فيه نسبة من الطاقة وفيه إذا حطينا له الإرفة أو حتى المكسرات الإرفة أول شي هي في نسبة مضادات أكسادة كتير مرتفعة القرفة من يمكن الأعشاب اللي أنا عادة بنصح فيها حتى في العيادة للأشخاص اللي عندهم مشكلة السكري وهي من الأعشاب المثبتة علمين أنه بتساعد على تخفيض نسبة سكر الدم فوجودها كمشروب العشبة يعني مشروب القرفة العادي أو حتى مضاف للطعام هو مفيد جدا لكن هون يمكن بدي نبه على شغلة مهمة أنه إذا في شخص عنده مشكلة السكري وعم ياخد مشروب القرفة أو حتى على فكرة حولوها لأدوية يعني لحبوب بده ينتبه ويستشير الطبيب لأنه فعلا متخفض السكر كتير فإذا عم ياخد دواب يصير فيه معه لا سمح الله هبوط بالسكر وخاصة عن الريء فيه ناس بيقولك أنه أنا بدي يستفيد منها فبيقوم الصباح وعنده سكري ممكن يشرب مشروب قرفة على الريء ممكن يأثر عليه ويصير فيه عنده مثلا صدع بسبب انخفاض السكر فبدون ينتبه بس من كمية القرفة اللي عم يأخذها يعني مصاب السكري بس لابد كمان نحكي عن مشروبات العشبية الأخرى فوائدها مثل الشاي على سبيل المثال الشاي الأخضر والأسود هلأ الفرق ممكن بين الشاي الأخضر والغامق الأسود والأحمر الفرق بس نسبة قدش تخمرت الوراق وقدش تضلت بالتشفيف فعليا الشاي الأخضر فيه نسبة منضادات أكسيدك كتير مرتفعة وهذه القصة الإيجابية جدا بالشاي الأخضر اللي نحن عادة يعني حتى بعض الدراسات بتقول أنه نعم بيساعد برفع الحرق بنسبة بسيطة نعم بيساعد بأنه الإنسان يسد الشهية فنحن بننصح بوجود الشاي الأخضر ولكن ما هو الأساس بعالم الصحة والتغذية نعم هو شيء وعامل مساعد فيمكن حتى بالشتاء بما أنه نحن قلنا أنه بتنفتح الشهية على الأكلات المصحية والأكلات والسرارات الحرارية والسكر كثير ضروري مقابلا نحاول نعمل توازن أو تعادل فممكن ندخل الشاي الأخضر بيومنا أنا دائما بنصح بأنه نضف له شيء لأنه طعمه مو كثير مفضل عند الناس ممكن نضيف له العنى النعنع أو أي نوع من أنواع النكهات في الياسمين مثلا حتى هو هلأ صار موجود بالأسواق منكه يعني فنحن ممكن ناخده بالشكل المنكه الشاي الأحمر اللي بفرق عن الشاي الأخضر أنه نسبة مضادات الأكتدة فيه أقل يعني بس هذا الفرق ولكن كنسبة فائدة بين الشاي دائما بنصح بأنه ممكن لنساء نشرب شاي خاصة أنه إذا ما عم يتجاوز باليوم مقدار كوبين يعني ما عم يتجاوز الكمية المسموح فيها من الكافيين شرب الشاي بعد الأكل كيف هل تعاد بالفعليا هي طبعا عادة خاصة بالشتاء والصيف لكن هل تعاد عادة صحية ولا لا حلو هلأ نحن هون نحكي عن نوعين من الحديد الحديد الهيمي والننهيمي اللي هو اللي موجود في النباتات والموجود في المصادر الحيوانية الحديد اللي موجود مثلا بالسبانخ الملوخية الجرجير هذا الحديد ثباته في الجسم ضعيف فإنا إذا شربت شاي بيتأثر كتير هذا الحديد لكن الحديد اللي ناتج عن مصادر حيواني مثل اللحوم دجاج السمك هذا النوع من الحديد ثابت وقوي فما كتير بيأثر عليه وجود الشاي من بعد تناول الوجبة فهون انا بدي ادرس الوجبة اللي انا عم باكلها هل هي مثلا سبانخ او هي لحم مثلا فيها دجاج وكتير فهون وقتا اللي اللي بيقرر هي نوعية الوجبة زائد هل انا شخص عندي فقر دم او لا اذا شخص عادي ما عنده مشكلة فقر دم ويعني شرب شاي بشكل يعني خلقون مو يومي يعني يمكن مرة او مرتين في الاسبوع بعد الاكل ما هيأثر عليه لكن شخص عنده فقر دم واصلا اكل مثلا وجبت فيها ملوخية عالية او سبانخ هون لا اكيد بده ينتبه ويراعي انه انا لانه عندي فقر دم فالافضل اني ما اشرب شاي بعد الاكل ويعتاد على هاي العادة ممكن يأجل شرب الشاي لساعتين بس على الاقل تطلع يعني الاطعمة من المعيدة ويتم بدء الهضم وعده بقدر يشرب الشاي بشكل سليم بس كتير السؤال مهم لانه كتير حتى بيجيني شاي معتادين على هذا المهم فعل هذا الشاي بيطرد الحديد اولا امقدس يعني بيكون بعض الاكل طب بالنسبة للمشروبات الاخرى المشروبات العشبية الاخرى مثل اليانسون الكمون وما الى ذلك تمام هلا نحن نحن حكينا عن السحلة حكيت شوي عن القرفة انه كيف تأثر بشكل ايجابي على مرضى السكر يمكن الزنجبيل واحدة من كمان المشروبات العشبية اللذيذة عادة بنصح انه الزنجبيل نجيبه بشكل طازج مول الجاف لانه في ناس بيجيبون مجفف بودرة فهون بدي يقول انه كل انواع الاعشاب لما بتتحول من طازجة لجافة ترى بتخسر قيمة غذائية عالية فنحن قدر الامكان نجيبه بشكل طازج مول مطحون لانه كلما انا قسمت المادة الغذائية كلما تعرضت اكتر للهواء وبالتالي سطح المادة الغذائية تعرض لهواء والضوء والحرارة وبالتالي فقدت قيمة غذائية بسيطة فالزنجبيل نجيبه بالشكل الكامل ممكن نغلفه ونحطه بالفريزر مثلا اذا كانت عم نستخدمه لفترة قصيرة وكلما بدي يستخدمه شرح منه شرائح طازجة وحطه ضمن المشروب العشبي كتير بساعد وهون بدي يقول يمكن اكتر يعني نحن عنا يعني بعالم التغذية بننصح فيه السيدات الحوامل الزنجبيل لانه بيساعده لتخفيف من الاقياء والشعور بالغذيان أو حتى الشخص اذا كان مثلا مسافر عنده مشكلة الاقياء من وسائل المواصلات او السفر كتير بيساعده قبل ما يطلع ياخد مشروب الزنجبيل على حتى على معدة فارغة لكن ممكن يحليه شوي مشان ما ييأثر اذا كان بتدايق من طعمته لانه حاد شوي فنعم بيساعد بالتخفيف من الاقياء اليانسون والكمون متل ما ذكرت هنن بالفئة اللي بتساعد هي المواد بالكمون واليانسون تحديدا هي مواد مرخية للعضلات فاليانسون بتلاحظي البيبي او الولد بعد ما يشرب يانسون بيرتخي وبمكن ينام حتى فترة طويلة نفس الشيء على فكرة بتساعد الكبار في تهدئة الاعصاب والاسترخاء لانه المواد الموجودة فيهم هي بترخي العضلات فبترخي منها عضلات الامعاء وبالتالي بيسترخي الانسان وبتساعد اكيد على طرد الغازات اذا كانت متواجدة ضمن الامعاء فالشخص اذا هون يعني بحوا حسب شو حالته اذا عنده مشكلة انا بقول لهم حتى الكمية المادة الغذائية يعني مثلا اذا شفت انا شخص انا عندي مشكلة كتير كبيرة بالنفخة والانزعاج بوقتها بكتر كمية الكمون او اليانسون اللي عم بشربها اما اذا بدي بس استرخي فممكن حط ملعقة صغيرة من اليانسون قبل النوم بتكون كافية للاسترخاء فهو حسب المشكلة ايضا بحاول حط الكمية في ناس حتى من الممكن الاخطاء الشائعة يعني لازم نحكي عنها انه في ناس بيخلطوا الاعشاب مع بعضها فبتلاحظي انه ممكن بعض الاعشاب تكون عم تعمل عكس مفعول الاعشاب الثانية في منهم بيرفعوا الضغط منهم بيقللوا الضغط فما بيسوى ابدا نحنا نخلط الاعشاب بدون ما نستشير شخص مختص بهذه الصائحة بس في خلطة عشبية وهي تسمى مشروبات عشبية شتوية كاملة نوعية الزهورات عادة ما تكون مختارة من بعض انواع الزهور اللي يعني عادة ما فيها اي اثر سلبي لكن الخلطات اللي هي ما معروف اصلا شو بقلبها هي يعني من الاخطاء الشائعة ليش لانه عادة بعض اللي حتى بعض الاعشاب للاسف في بعضهم تجاريين بيخلطوا عشبة يعني مثلا قديمة او غير صالح الاستعمال مع عشبة حديثة مشان يمشوا اللي عندهم ويكتروا الكمية فبالتالي نعم نحنا هون عم ندخل يعني بخطر خاصة انه الاعشاب على فكرة تتلف بسرعة لانه ما في ماء يعني هي مجففة فتتلف بسرعة فكتير ضروري حتى الشخص اللي نحنا بنشتري منه يكون ثقة ويكون يعني شخص مرخص مو اي شخص انا بشتري منه الاعشاب طيب شو الاعشاب اللي ما بنفع اطلاقا انه نخلطها يعني شو من ضمن الاعشاب الشائعة عنا في بيوتنا هلا عادة ما بنصح ابدا بيخلط مثلا حتى مثلا زنجبيل مع عرفة مع كل انواع لي لانه نحنا ما بنقدر نعرف بالظبط شو ممكن تعمل اثرها الايجابي او السلبي جوه الجسم سوا عرفتي هاي الدراسات على فكرة كتير بتساعد انه نحنا نعرف بس على المدى الطويل فبعض الدراسات للأسف لحد الان بالمجال العشبيات وانا عطول بقول لهم ان احنا باخصائين كاخصائين تغذية حتى ما بيسوى انه مثلا قول انه مثلا بيجيني احنا مثلا عشبة الكركدة او عشبة هيك الكليل الجبل بيقول لي انه شو احكي عن فوائدها فعليا كاخصائين تغذية يفترض انه حتى الاعشاب يكون فيها شخص مختص ويحكي عنها باختصاص وبعمق لذلك بس معظم الانواع الاعشاب نحنا يعني منتناولها بمواضيعنا عادة بتكون موجودة ضمن الدراسة ونحنا قرأنا عنها ابحاث لكن للأسف عالم الاعشاب لا زال يحتاج للمزيد من الدراسات لذلك كتير بدل الانسان يكون منتبه ما يخلط يعني اذا بدك تشرب زن جميل وقرفة تشربه بس كل واحدة لحال وما تكون بنفس الوقت وما تخلط على كيفات ممكن تستشير على فكرة هلا اصار فيه اختصاص اعشاب ممكن الانسان يستشير يعني الناس المختصين بهذا المجال الوقت عمي داهمنا رولا بس اخيرا انا حاب نحكي نقطة ممكن تكون مهمة كتير والناس بيغفلوا عنها هي مكان حفظ الاعشاب وهل لها مدة صلاحية ولا لا ممتاز هلا هذا الشي بيرجع لطبعا يعني التصنيع الشخص المصنع والمكان اللي عم نشتري منه لكن عادة عادة ننصح بوجود الاعشاب بمكان مغلق بعيد عن الضوء والحرارة والهواء لانه عادة تأثر يعني خاصة مثلا الزنجبيل والقرفة كتير بسهولة بتطاير منها المواد المفيدة لجواتها فكتير مهم انه نحفظها باماكن وعاء اوعية زجاجية بس لكن بعيدة عن الضوء والحرارة والهواء تكون مغلقة باحكام لحتى ما تتأثر وعلى فكرة كتير هلا بهالفترة في يعني كمية من الميكروبات والحشرات للأسف عم تجي لانه بتغيير الفصول بيصير فيه انتقال للميكروبات بشكل كتير كبير وكثير منها على فكرة بيكون موجود ضمن بيوتنا واحنا ما اننا منتبهين فاحكام اغلاق البهارات والاعشاب كتير مهم وخصوصا من الحشرات اللي هلا للأسف عم تطلع وعم تكون متواجدة فكتير ضروري يعني سؤال كتير مهم انه نحفظها بشكل جاف وبعيد عن الحرارة والضوء جميل يعني في نهاية هذا اللقاء نشكرك اختصاصية التغذية رول عالو شكرا إليك اهلا وسهلا